اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلوة قوي ان الانسان ما بيعتمدش على انه بيرتابط بحد كبير او حد مسؤول او يحط رجاءه في حد ممكن يعمل حاجة او ليه سلطة لكن يحط رجاءه كله في ربنا وفعلا استير الملكة طلبت من مردخي انها ان كله يصوم ثلاثة ايام فصاموا فعلا كلهم هي صامت والجواري بتاعتها وهو صاموا الشعب وكله صام ثلاثة ايام وبعد كده كلنا عارفين القصة المشهورة انها اتقدمت الملك وطلبت انه الامر ده بابادة اليهود يتلغي وفعلا يتلغى الامر ونجا كل الشعب من الهلاك ده بيورينا قوة الصوم وفاعليته في النجاح من الموت والهلاك عندنا شخصية تانية شخصية يهودت يهودت مشهورة قوي انه وقتها كان فيه هجوم من الاشهوريين وكان فيه واحدة مؤلفانة رئيس جيس الاشهوريين مع اكتر من مئة الف واحد و هجوم حصر المدينة والناس كلها خافت لكن يهودت كانت ارمالة تقية جدا والكتاب المقدس بيقول عنها كلمة مهمة اوي كانت على حقويها مسح وكانت تصوم جميع ايام حياتها ما خال السبوت ورؤوس الشهور والاعياد فهي كانت حياتها كلها فيها صوم فهي هي اللي قادت الشعب للثقة في ربنا الكبيرة وطلبت منهم كلهم يصلوا من اجلها وفعلا هي تقدمت وراحت في الاخر انتصرت وجابت رأس وحصل نجاة كبيرة لشعب الله من الموت والهلاك وبرضو عندنا نموذجين لشعبين كبار نموذج اهل نينوة لما رحلوهم يونان وقال لهم بعد اربعين يوما تنقلب نينوة فنوديا بقى في كل البلد عن امر الملك والعظماء ان الناس كلها تصوم لا تذوق شيئا حتى الحيوانات حتى الاطفال كله صام وبسبب التوبة بتاعتهم القوية ورجوا عن طريق الظلم اللي في ايديهم وكل الناس قدمت التوبة جميلة فربنا في الاخر عفى عن نينوة وكانت سبب نجاه الشعب نينوة اهل نينوة من الهلاك والموت برضو كرازت يؤيل النبي يؤيل النبي برضو لما كان في خطر جامد على شعب الله فنادى في الشعب كله وقال قدسوا صوما نادوا باعتكاف ودعا الكل للصوم حتى الناس كلها تتنازل عن افرحة وعن حياتها اليومية والكهنة تبكي وكل الناس تنصحق امام الله وفعلا بسبب الصلاة والصوم برضو حصل نجاة كبيرة للشعب فهنا ادي النماذج الحلوة دي نماذج استير المالكة او يهودت الارمالة او شعب نينوة او كرازة يؤيل النبي بيقولنا انه لما كل الناس بتصلي مع بعض وتصوم مع بعض بيبقى في نجاة كبيرة للشعب واحنا في العصر الحديث في السنين الاخيرة في القرن العشرين حصل تجارب صعبة وعلى الكنيسة وكان نوديا في الكنيسة كلها كل الكنيسة تصوم وتصلي وتصوم تلات ايام وفعلا حصل كده الكنيسة كلها كل الشعب صوم تلات ايام وحصل معجزة كبيرة وحصل نقلة كبيرة وكل القوانين الصعبة الحاجات اللي ضد الكنيسة كلها اتغيرت وحصل خلاص كبير قوي فخبرتنا في الكنيسة في تاريخ الكنيسة خبرتنا في الكتاب المقدس خبرتنا البسيطة انه الصوم والصلاة هو السلاح بتاعنا القوي هو العدد والملجأ الامين والصخرة بتاعتنا اللي فيها بنعمة ربنا وبقوة المسيح بننتصر على كل قوات اعمال المضاد فهو ده السلاح بتاعنا الكبير ككنيسة كشعب كلنا مع بعض ربنا يدينا كلنا نعمة لإلهنا كل مجد وكرام الابد امين ترجمة نانسي قنقر